بسم الله الرحمن الرحيم يتجدد بين اللقاء عزيزي الطلاب في مقرر ميكانيكا تربة كنا تكلمنا في المحاضرة السابقة عن موضوع النفاذية وأهمية النفاذية وأيضا العوامل المؤثرة على قياس معامل النفاذية في هذه المحاضرة سوف نستكمل موضوع النفاذية وذلك تحت عنوان طرق قياس معامل النفاذية مصادر هذه المحاضرة كما هو معلوم لدى الجميع المرجع الرئيسي في نهاية هذا اللقاء ينبغي عزيزي الطالب أن تكون قادرا على أن تشرح طرق قياس معامل النفاذية معمليا وحقليا أيضا بشكل مختصر ودقي ثانيا أن تحدد معامل النفاذية للتربة بطرق مختلفة حسب اتجاه جريان الماء إذا كان الاتجاه أفقيا أو في الاتجاه الرأسي إذن طرق حساب معامل النفاذية يمكن حساب معامل النفاذية باستخدام طرق مختلفة إما طرق معملية أو طرق حقلية فمثلا بدأنا بطرق المعملية الطرق المعملية يمكن قياسها باستخدام اختبارين اللي هو اختبار الجهد الثابت يبنسميه كونستاند هيت تيست أو اختبار الجهد المتغير الفولنغ هيت تيست الطريقة الثانية اللي هي طرق حقلية وأبرز هذه الطرق اللي هي اختبار آبار الضخ وذلك عن طريق حفر بئر الضخ وآبار أخرى للمراقبة كما سوف نتطرق إليه لاحقا بالتفصيل وأيضا هناك علاقات تجريبية من خلال المعادلات معينة استنتجها بعض العلماء وبعض الباعتين أيضا هناك طرق غير مباشرة من اختبارات أخرى تسمى باختبارات المضغطية فلو بدأنا بالتفصيل لكل نوع من أنواع ضرق حساب معامل النفاذية الطريقة الأولى كنا حساب معامل النفاذية معمليا حساب معامل النفاذية معمليا ممكن يكون باختبار الجهد الثابت الكونستاند هيت تيست هذا النوع من الاختبار يستخدم لقياس معامل النفاذية للتربة الخشنة بمعنى يمكن حساب معامل النفاذية للتربة الرملية والتربة الحصوية والذي يكون فيها معامل النفاذية أكبر من 10 أسالب 4 سنتيمتر بير سكن يمكن قياس معامل النفاذية باستخدام هذه الطريقة وذلك وفقا الافتراضات قانون دارسي على افتراض أنه الجريان لمينر طبقي وبالتالي من خلال قانون دارسي يمكن عندنا العين هنا بيكون بهذه الصورة تدمك داخل القالب وفي بداية وانها بيكون عندنا حجر مسامي يتم تزويد الوعاء والقالب بمصطر ما بحيث يتم الحفاظ على جهد الماء بحيث يكون الفارق بين منسوب الماء في المدخل والمخرج بيكون ثابت هنا L هو عبارة عن ارتفاع طول عينة ويتم خروج الماء من نهاية العينة ويتم تجميعها في دورة مدر إذن وفقا لقانون دارسي فإن الحج هو عبارة عن التصريف Q اللي هو عبارة عن السرعة في المساعة مضروبا في زمن تصرف الماء أو زمن تجميع الماء وبما أن التصريف هو عبارة عن السرعة في المساعة السرعة في المساعة وحسب قانون دارسي فإن السرعة هي عبارة عن معامل النفاذية في الميل الهايدروليكي في الميل الهايدروليكي مضروبا في الاريا في الت وبما أن الميل الهايدروليكي هو عبارة عن مقدار الفارق في الجهد بين المدخل والمخرج مكسوما على طول سريان الماء في العين إذن هي عبارة عن H على L هذه هي العين وبالتالي يصبح عندي الحج هو عبارة عن K معامل النفاذية مضروبا في H على L مضروبا في الأيريا مضروبا في T حيث الأيريا هي مساحة مقطع العين مساحة مقطع العين والT هو الزمن اللازم لتجميع الماء الذي يخرج من العين والV هو الحج حجم الماء الذي يتم تجميعه والT هو زمن التجميع والH والL كما هو واضح في الصورة الH هو عبارة عن فارق المنسوب بين سطح الماء وبين خروجه والL هو ارتفاع العين وبالتالي من خلال هذه العلاقة يمكن استنتاج قيمة الكه إذن الكه لو تم تبصيد العلاقة السابقة الكه ستساوي V الحج مضروبا في L ارتفاع العين مقسوما على الH ليفارق المنسوب بين المدخل والمخرج مضروبا في الأيريا مساحة مقطع العين مضروبا في زمن التجميع وبالتالي بإمكاننا حساب قيمة معامل النفاذي قيمة معامل النفاذي هذه قد يكون عند درجة حرارة مختلفة وبالتالي يتم تصحيحها وذلك بضرب قيمة الكه التي تم حسابها عند أي درجة حرارة مضروبا في النسبة بين الزوجة السائل عند درجة الحرارة التي تم الاختبار عندها مكسوما على زوجة السائل عند 20 درجة ماوية وهذه كما ذكرنا سابقا يمكن استخراجها من جداول خاصة وبالتالي كيف يمكن تطبيقه معمليا يمكن تطبيقه معمليا عن ضريق خلية هذه الخلية يتم دمك التربة بداخلها ويتم وضع حجار مسامية في بداية ونهاية الخلية ثم يتم توصيل الخلية بمصدر ماء بيكون خزان في هذه الحالة وحتى يمكن الحفاظ على منسوب الماء لأن كمية الماء التي يتم صبها في الخزان في خزان التقذية قد تكون أكبر من كمية الماء التي تدخل في العينة وتخرج وبالتالي بنعمل ثقوب هنا بحيث أن كمية الماء يجب المحافظة عليها داخل الدورة عند مستوى معينة وبالتالي في عندنا ثقوب ثالث بحيث إذا وصل الماء إلى هذا المستوى يتم تصريفه إلى الخالي بعد عملية تشبيع العينة كما هو واضح هنا يتم تشبيع العينة فيها يتم تجميع كمية من الماء في دورك مدرج خلال فترة زمنية معينة وذلك لقياس كمية التصرف هذا هو سكتش لكيفية حساب معامل النفاذية بطريقة اختبار الجهد الثابت بيكون عندنا خزان رئيسي يتم تغذية خزان التجربة من المصدر الرئيسي وأيضا من الخزان التجربة إلى الخلية وعندنا ثقب ثالث بحيث أنه مستوى ما بيكون بهذا الصورة إذا زاد كمية الماء عن هذا الحد بيتم تصريفه إلى الخارج يتم وضع ثقبين في بداية ونهاية العينة بحيث يتم قراءة فارق الجهد بينهما لقياس الميل الهيدروليكي وذلك عن طريق أنابيب يتم توصيلها إلى مصطرة معينة أو في لوحة معينة بتكون مقسمة وبالتالي يتم قياس فارق الضغط في الأنبوبين البيزومتر هنا الدورق المدرج الذي يتم تجميع الماء خلاله خلال فترات زمنية معينة وهذه صورة توضح صور لخلية التجربة إذن هذا كان بالنسبة لاختبار الجهد الثابت والخاص بتحديد معامل النفاذية للتربة الخشل النوع الثاني من اختبارات المعامل النفاذية المعملة هو اختبار الجهد المتغير يسميناه Falling Heat Test يستخدم هذا النوع من الاختبار لقياس معامل النفاذية للتربة النعم وبالتالي يمكن قياس معامل النفاذية التي قيمتها أقل من 10 أسالب 4 سنتيمتر بير سكت بمعنى للتربة الطومية أو التربة الطينية كيف يمكن قياسه؟ يمكن قياسه بطريقة غير مباشرة اعتمادا على زمن التدفق وبالتالي لو كان عندنا هذه العينة يتم دمك التربة الداخل القالب ويتم وضع حجار مسامية في بداية ونهاية العينة يتم تشبيع العينة بحيث يكون العينة طولها معروف ومساحة مقطعها أو قطرها معروف وبالتالي يمكن حساب مساحتها في هذا الحال نتيجة النفاذية البسيطة الموجودة للتربة لأن التربة ناعمة في صعوبة أنك تجمع كمية من الماء خلال فترة زمنية معينة لأنه قد يحصل فيها فواقد مع الزمن ونتيجة درجة الحرار إذن يتم وضع انبوب على مدخل العينة وبالتالي يتم صب كمية من الماء إلى منسوب معين وليكون هذا المنسوب H1 هذا يكون في بداية التجربة في البداية يتم قفل الصنبور ثم خلال فترة زمنية معينة يتم فتح الصنبور سوف يخرج كمية من الماء أو تنقص كمية الماء من السند بايب من الأنبوب هذا الكمية التي تخرج من الأنبوب هي نفس الكمية التي تدخل العينة وتخرج من العين بعد فترة معينة من الزمن سوف يتغير H وبالتالي سميت هذا النوع من الاختبار اختبار الجهد المتغير لأنه منسوب الماء في هذا الحالة بيتغير بعكس التجربة السابقة أنه حافظنا على منسوب الماء في هذه الحالة إذن في هذه الحالة بيتغير معي الـ H وبالتالي ذلتها H ويتغير معي أيضاً الزمن لأنه في البداية كان H1 عند T تساوي صف ثم H2 عند زمن T تساوي T1 مثلا إذن في هذه الحالة كيف يتم استنتاج معامل النفاذية؟ وذلك من قانون الاستمرارية إنه كمية الماء اللي يتدفق في الأنبوب هي نفس كمية الماء التي تخرج من التربة إذن في هذه الحالة معناها أن الـ Q في الـ Standby في الأنبوب ستساوي كمية الماء المتصرفة من التربة وبما أن كمية الماء المتصرفة من الأنبوب هي عبارة عن الـ Area اللي هو مساحة مقطع الأنبوب في السرعة السرعة هي عبارة عن مقدار التغير في الارتفاع بالنسبة للزمن والـ Q بالنسبة للتربة من قانون دارسي الـ K في الـ I الذي هو H على L مضروباً في الـ Area والسالب هنا تشير إلى أنه بيحصل تناقص لمنسوب الماء مع الزمن إذن في هذه الحالة لو تم تبصيد العلاقة بتصبح بهذه الصورة الـ Area بالنسبة للـ Standby مضروباً في دلتا H على H في الـ L يساوي K في الـ Area في الـ DT إذن لو تم إجراء عملية تكامل من H1 إلى H2 بالنسبة للدلتا H وأيضاً من T1 إلى T2 بالنسبة للدلتا T سوف نحصل على العلاقة التالية أنه الـ K هيساوي لي A في الـ L على A في الـ T في لن H1 على H2 إذن بتصبح العلاقة في هذه الحالة في حالة Falling Head Test أن الـ K A في الـ L على A في الـ T في لن H1 على H2 أو إذا تم تغيير اللن إلى لغارت نعمل عملية التحويل بتصبح الـ K حتساوي 2.303 الثلاثة F في الـ L على A في الـ T في لغارت معاشرة في H1 على H2 حيث أن Area Capital هي عبارة عن مساحة مقطع العين الأسمول هي مساحة مقطع الأنبوب الزياجي أو الـ Standby والـ H1 هو منسوب الماء بين المدخل والمخرج عند زمن مقداره 0 مثلاً في بداية التجربة H2 هو عبارة عن الفارق بين منسوب الماء في الأنبوب وبين المخرج بعد الاختبار أو بعد زمن مقداره T و L هو ارتفاع العينة عينة التربة الداخل القالب و T هو عبارة عن الفارق في الزمن بين T1 و T2 إذن بعد إجراء الحسابات أو بيع حساب الكه في التجربة يتم عملية التصحيح فقط لأنه قد يكون الكه حسبته عند درجة حرارة T وبالتالي يتم تصحيحه و ذلك بيضربه في النسبة بين لزوجة السائل عند درجة الحرارة يتم اختبار عندها على لزوجة السائل عند درجة حرارة 20 درجة معوي كيف يتم الاختبار معملياً؟ في البداية هذه هي العينة داخل القالب هنا بتكون عندك يتم تشبيع العينة عن طريق تزويدها بكمية من الماء و بدتكون فترة تشبيع طويلة قد تستمر يوم أو يومين لأنه التربة في هذا الحال الناعمة و بدتها يحتاج إلى ضغط عالي بعد عملية التشبع يتم توصيل بداية العينة بستاند بايب إلى لوحة مدرجة كما هو واضح في الصورة اللوحة هنا بتكون بجانبها مصطرة يتم من خلالها الفارق في الـ H خلال زمن مقداره T1 يكون عندنا الـ H H1 بعد فترة معينة يتم فتح الصنبور هذه الصنابير يتم فتح الصنبور و يسجل الزمن خلال زمن معين يتم قفل الصنبور ثم يتم حساب H2 إذن من خلال H1 و H2 و T1 و T2 وباستخدام العلاقة السابقة يمكن استنداج قيمة معامل النفاذية باستخدام طريقة الجهد المتغيرة إذن هذا كان بالنسبة لحساب معامل النفاذية في المعمل لو دخلنا في حساب معامل النفاذية في الحق حساب معامل النفاذية في الحق يستخدم باستخدام عمل آبار ضخ مع حفر إلى جانب الآبار لعملية المراكبة هناك نوعان من الطبقات الحاملة للماء وهما الطبقة الحاملة قد تكون غير محصورة و ذلك عندما يكون الماء في طبقة منفذة واقع فوق طبقة غير منفذة بمعنى قد يكون الماء واقع على صخر والطبقة الموجود فيها الماء قد تكون مثلا ساند كما هو واضح هنا في الصورة هذه هي طبقة الكلي طبقة الكلي تعتبر غير منفذة وهنا بتكون طبقة الساند الماء موجودة الآن فوق طبقة الكلي واقع في طبقة الساند بمعنى أنه لو تم عمل الحفار فإن منسب الماء يظل على نفس المستوى العادل لأنه لا تعتبر فيها ضغط بيزوميتليوم في هذه الحالة تسمى هذه الطبقة طبقة غير محصورة طبقة غير محصورة النوع الثاني من الطبقات هي الطبقة الحاملة المحصورة و ذلك عندما يكون الماء موجود في طبقة غير منفذة في طبقة غير منفذة زي ما الساند ولكنها محصورة بين طبقتين غير منفذتين بمعنى واقع في الساند الساند طبقة غير منفذة والماء موجود بين طبقتين الكلي إذن في هذه الحالة لو تم عمل حفر ارتوازية الماء سوف يرتفع إلى منسوب أعلى من منسوب الماء الموجود في الطبق كيف يتم حساب معامل النفاذية بطريقة الحق؟ لو بدأنا بالطريقة الأولى للطبقة الحاملة غير محصورة نلاحظ لو تم عمل حفر آبار مراقبة حفر في هذه الحالة وتم عمر آبار مراقبة على بعد R1 و R2 من البئر الرئيسي سوف يتم الضخ من البئر الرئيسي بمقدار Q نلاحظ أنه الماء للهيدروليكي الآن بيتغير منسوب الماء بيتغير مع الزمن لأنه كلما ضخيت كلما يبدأ الماء يتجمع من المناطق المجاورة في هذه الحالة في عندي H1 و H2 H1 كان قبل عملية الضخ و H2 مثلا في البئر الثاني هذا H1 في البئر الأول و H2 في البئر الثاني إذن في هذه الحالة من قانون دارسي الـ Q هو عبارة عن الـ K في الـ I في الـ Area الـ I هو عبارة عن مقدار الميلة هيدروليكي الثالثة H على الـ DR كما هو واضح هنا الـ DH بيتغير وأيضا الـ DR بيحصل له تغير بالنسبة للـ Area الـ Area هي عبارة عن مسقط رأسي وبالتالي هي عبارة عن محيط دائرة إذن هي عبارة عن 2πR في الـ H إذن لو تم إجراء التكامل من R1 إلى R2 تجيب التغير في المسافة الأفقية وأيضا التغير في الارتفاع من H1 إلى H2 نلاحظ أن العلاقة تصبح بالصورة التالية الـ K ستساوي 2.303 Q اللي هو التصريف في لغارة معاشرة R2 على R2 R1 مكسوما على باي في H1 تربيع ناقصا H1 تربيع أو باستخدام L أو باستخدام L وبالتالي بمعلومية الـ Q لأن كمية الـ Q اللي بنضخها بتكون معروفة R1 و R2 معلومة H1 و H2 معلومة وبالتالي بيكون المتشول عندنا هو الكي وبالتالي يمكن حساب إذن هذه طريقة الطبقة غير المحصورة لو كانت الطبقة الحاملة محصورة بمعنى هذه هي طبقة الساند والطبقة اللي فوقها بتكون مثلا كلاي وتحتها كلاي أو صخر بهذا الحال لو تم عمل حفر أبار ارتوازيا نلاحظنا الماء بيرتبع إلى منصوب جديد إلى منصوب بينما الـ H هنا بيظل ثابت أثناء التجربة وبنفس الطريقة السابقة من قانون دارسي القيوحة تساوي K في الـ I في الاريا الـ I هو عبارة عن DH على DR مضروبا في المساحة عبارة عن محيط دائرة 2 باي R هنا بيكون الـ H ثابت لأنه الماء منصوبه بيكون خارج الطبقة التي يتم ضخ الماء منها وبالتالي لو تم إجراء التكامل من R1 إلى R2 ومن H1 إلى H2 نلاحظ أن العلاقة بتكون بالصورة التالية K حتساوي Q في لغارة معاشر R2 على R1 على 2.727 في الـ H اللي هي ارتفاع الطبقة الارتوازية مضروبا في H2 ناقصا H1 أو باستخدام اللين بإمكانك عزيزة طلب في هذه الحالة بيكون الـ Q معلوم لأنه احنا بنضخ كمية معروفة و H1 و H2 بيكون أيضا معلوم و R1 و R2 بتكون معلومة من خلال المسافات التي تم أخذها من مركز البيع و H1 و H2 أيضا معلومة وبالتالي يكون المتشول معنا هو الـ K وبالتالي يمكن حسابه الطريقة الثالثة لحساب معامل النفاذي الذي هو العلاقات التجريبية والعلاقات التجريبية بتكون كثيرة حسب كثير من العلماء و حسب التجارب التي أجرها على نوعية التربع فمثلا لوحظ في الجدول التالي هانزن عام 1930 استنتج علاقات لحساب قيمة الـ K بناء على الـ Effective Size اللي هو القطر الفعال حيث أن الـ K سنتيمتر بير سيجنت حيث هو يسي في الـ D عشرات تربيع والـ C هو عبارة عن ثابت يعني يتراوح من 1 إلى 1 ونص أيضا العالم كازا جراند استنتج علاقة أن الـ K يمكن حسابها بدلالة الـ Void Ratio حيث أن الـ K 1.4 في الـ E تربيع في الـ K 0.85 حيث الـ K والـ K 0.85 هي عبارة عن الـ K المقابل لـ Void Ratio مقداره 0.85 وأيضا هناك عالم كوزين و كرامين استنتج علاقة معينة بدلالة الـ E وبدلالة الـ Effective Size أيضا هناك علاقات أخرى كما هو ملاحظة في الجدول أيضا هناك علاقات كما ملاحظة في الجدول التالي عالم آخر بدلالة الـ E وبدلالة الميل سلوب وأيضا ميرسي استنتج علاقة وتايلور عام 1948 فهناك علاقات كثيرة بناء على نوعية التربة إذن هذه طريقة تجربية فيها الطريقة الأخيرة طريقة غير مباشرة لقياس معامل نفادي وذلك من اختبار الانضغاطي حيث يتم من خلال اختبار الانضغاطي اللي سوف نذكره في مقرر ميكانيكا تربة 2 الحصول على المعاملات التالية اللي هو معامل الانضغاط الحجمي MV ومعامل التصلب وهناك علاقة تربط بين معامل انضغاط الحجم ومعامل التصلب وبين النفادي هذه العلاقة تقول أن K معامل نفادي حيث يساوي MV في CV في القاما ووتر حيث أن K معامل نفادي CV معامل التصلب ويجيز بوحدات متر مربع بيرسكن والMV هو معامل انضغاط الحجمي متر مربع بيركيل نيوتن والقاما ووتر هو وحدة الأوزان لألم إذن بمعلومية MV والCV والقاما ووتر بتكون تقريبا ثابت إذن يمكن حساب معامل النفادي بمعلومية معاملات اختبار الانضغاط إذن هذه الطريقة الرابعة لحساب معامل النفادي المكافئ لأننا قسنا معامل النفادي بس على افتراض أن الطبقة كلها واحدة لو افترضنا الآن أن الطبقة بتكون مختلفة الطبقة تكون من طبقات مختلفة مثلا عندنا كما هم لاحظنا طبقة قد تكون كلي وهنا طبقة ساند وهنا طبقة لها خواص مختلفة إذن معامل النفادي في كل طبقة بيختلف كيف نحسب معامل النفادي المكافئ للطبقة بالكامل في البداية اللي افترضنا أنه الجريان بيكون باتجاه أفق بمعنى أنه القيو اللي بتدخل على كامل الطبقة بيتم توزيعها على الطبقات وبالتالي في هذه الحالة كيو الكل يحد ساوي كيو واحد زائد كيو اثنين زائد كيو ثلاثة وبما أن الميلة هيدو اليوكي بيكون ثابت لأنه فارق المنسوب هو اللي بيسبب الجريان في كامل في كامل الطبقات وهذا الـ Q الإكوفلنت الكلية ستساوي الـ Q حق الطبقة الأولى وهو عبارة عن الـ KH1 مضرباً في I1 مضرباً في H1 مضرباً في 1 زائداً للطبقة الثانية بنفس الصورة زائداً للطبقة الثالثة زائداً للطبقة N نحن الآن بتدور على الـ Q الإكوفلنت الـ Q المكافئة في الاتجاه الأفقي إذن الـ I واحدة للكل بتروح من كامل العلاقات بتصبح العلاقة بالصورة الثانية الـ Q الإكوفلنت في الاتجاه الأفقي في الـ horizontal سيساوي لي 1 على H تكسم على H كل الأطراف مضربة في KH1 في الـ H1 زائداً KH2 في الـ H2 زائداً KH3 في الـ H3 زائداً KHN في الـ HN هذا في حالة كان جريان الماء في الاتجاه الأفقي لو كان جريان الماء في الاتجاه الرأسي vertical إذن الـ Q اللي بتدخل في الطبقة الأولى هي نفس الـ Q اللي بتدخل في الطبقة الثانية الثالثة في الرابعة وبالتالي بما أن الـ Q1 والمقضع واحد لأنه نحن بناخد مساحة معين مثلاً متر في متر إذن في هذه الحالة بتكون السرعة واحدة لأنه الـ Q1 والإرية واحدة إذن بالتأكيد بتكون السرعة في هذه الحالة واحدة في المقضع كامل إذن V ستساوي V1 V2 V3 VN الـ H هنا نلاحظ أنه بيختلف لأنه في البداية نتيجة الضغط البيزومي الموجود في الطبقة اللي تحت بيكون أكبر منه فوق ما بيتدفق إلى أعلى إذا كان العكس معناها الضغط الموجود في الطبقة العلوة بتكون أعلى منها وبالتالي بيتحرك إلى أسفل إذن الـ H total الـ H الكلية هي عبارة عن H1 زائد H2 زائد H3 زائد HN هذه الـ H الكلية وهذه H1 و H2 و H3 إذن السرعة من قانون داسي هو عبارة عن K في الـ I الـ K-Equivalent في الـ I وأيضا السرعة بتساوي K-Equivalent على I عبارة عن H على H الـ H الذي هو فارق ضغط الماء أو فارق الجوت مكسوما على ارتفاع الطبقة لأن الماء بيتحرك في الاتجاه في الاتجاه الرئيسي وبالتالي لو تم حساب الـ H الذي هو فارق الجوت حيساوي لي V في الـ H على K-Equivalent وبما أن السرعة واحدة للكل إذن V ستساوي لي K-Vertical 1 في الـ I وتساوي K-Vertical 2 في الـ I و K-Vertical 3 في الـ I وهكذا مع بقية الطبقات إذن الآن نحن ندول على H1 و H2 بحيث نعوصها في العلاقة حق الـ H total إذن H1 عبارة عن V في الـ H1 على K-Equivalent وأيضا H2 بنفس الطريقة إذن في هذا الحالة نحن بنبحث على K-Equivalent في الاتجاه الرأسي لو تم تبصيد العلاقة هذه نلاحظ أن K-Equivalent في الاتجاه الرأسي حتى تساوي H الكلية مكسوما على تحقوس H1 على K-Equivalent Vertical 1 زايدا H2 على K-Equivalent Vertical للطبقة الثانية زايدا H3 لK الطبقة الثالثة زايدا HN لK حق الطبقة كل هذا في الاتجاه الرأسي إذن هذا كيفية حساب معامل لو جئنا لأمثلة على السريع المثال يقول هنا For constant heat permeability عندنا تجربة الجهد الثابت المعطى التالي L ارتفاع التربة داخل القالب 30 سنتي مساحة مقطع العينة أو مساحة القالب 1777 سنتي من المربع فارق الجهد الثابت H50 الذي هو الفارق بين منصوب الماء في المدخل والمخرج 50 سنتي وكمية الماء التي جمعت خلال 5 دقائق كان لـ 350 سنتيمتر مكعب المطلوب حساب الـ Hydraulic Conductivity أو يسمى المعامل النفاذ بوحدات سنتيمتر بارساق إذن الحال في البداية بما أنه constant heat نعوض بالعلاقة حق الـ constant heat كيف ستساوي V في L على H في A في T كل شيء معلوم V معلوم L معلوم الأرية معلومة العدش معلومة الزمن معلوم بس نحول الزمن لأنه المطلوب هنا بوحدات سكن نحول المنت إلى سكن نلاحظ أن الكيت تطلع 3.95 في 10.3 سنتيمتر بارسك في المثال الثاني فولنغ heat إذن تجربة الجهد المتغير المعطى الثمانية إنش اللي هرتفاع الماء في داخل غالب مساحة مقضى على التربة 1.6 إنش تربيه ومساحة مقضى على الأنبوبة السند باي 0.06 إنش تربيه و الـ heat different at time T تساوي صفر كانت 20 إذن H1 عند زمن مقداره صفر كانت 20 والـ heat different time بعد زمن مقداره 180 أصبح الـ heat بين سطح الماء في stand by وبين المخرج كانت 12 إنش المطلوب حساب معاملة النفاذية بوحدات إنش بير إذن بما أنه هنا فولنغ heat نطبق قانون الـ Fولنغ heat K تساوي 2.3 في الـ A في الـ L على A في T في لغارة مع 10 H1 على H2 كل شي بيكون عندنا معلوم الـ A معلوم الـ L معلوم الـ A كبتل معلوم T1 T2 معلومة وأيضا H1 و H2 معلومة بيتم التطبيق مباشرةً بتطلع قيمة الـ K 8.52 في عشر سربة أربعة إنش بير ساكن في مثال على الطبقات واضح عندنا في الصورة هنا أكثر من طبقة H1 H2 H3 كما واضح معطي لك كم ارتفاع الـ H1 و كم الـ K للطبقة الأولى كم ارتفاع الطبقة الثانية كم الـ K للطبقة الثانية و أيضا كم ارتفاع الطبقة الثالثة و كم الـ K للطبقة الثالثة لحيث إن الـ K يمكن حسابها بالطرقة السابقة باستخدام الطرق المعملية إذن المطلوب خمن كم النسبة بين الأكوفلنت هيدون اللي كنت كفت فيه معنى كم الـ K horizontal إلى K vertical كم النسبة بينهم إذن في البداية بنحسب كم الـ K horizontal عندنا القانون اللي استنتاجنا السابقا بنطبقه الـ H الكلية عبارة عن H1 زائد H2 زائد H3 و الـ K معلومة الـ H1 والطبقة الأولى و ارتفاع أيضا معلوم بنطبق العلاقة بيطلع قيمة الـ K horizontal 107 في 10 أسالة 4 سنتيمتر بنفس الطريقة بنحسب للـ vertical القانون H على H1 على K زائد H2 على K زائد H3 بنطبق العلاقة بيطلع K في اتجاه الرأسي 2765 أسالة 4 سنتيمتر هنا في السؤال لم يعطي لنا يوضح أن الـ K بتكون أفقية ورأسية وبالتالي تم افتراضها أنها متساوية لكن قد يعديك في بعض الأسئلة أنه K في الاتجاه الأفقي غير الـ K في الاتجاه الرأسي إذن المطلوب هنا تحسب النسبة لو تم حساب النسبة بين K في الاتجاه الأفقي على الاتجاه الرأسي نلاحظ أنه تساوي 139.619 بمعنى الجريان في الاتجاه الأفقي بيكون 140 ضعف في الاتجاه الرأسي هذا كل ما كان في محاضرة اليوم المرفق لكم أعزائي الطلاب هومورك رقم 11 إضافة إلى التجارب المعملية وطريقة الإجراء شكرا لحسن ألنتبه